السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الاخوان والاخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الاخبار ايطاليا الحلقة ديال خمسة وعشرين في شهر واحد اليوم يا اخوان كتصادف مرور خمس سنوات عن الوفاة او الاختفاء ديال جوليو ريجاني غنعودكم القصة ديالو وربما شحال من واحد فيكم غيكون شاف هاد اللافتة اللي هي صفراء ومكتب فيها فيريطابر جوليو ريجاني ما عرفش اشنا هي كيشوف الهادر علي بزاف تلفاز وما عرفش الموضوع اشنا هو اليوم ان شاء الله غنعود لكم القصة ديالو كاملة من الول احتى الاخر والبشاعة ديال المخابرات المصرية في التعديب ديالها الدرية اخوان دكش اللي دارت لي وغانا نقول لكم ما شنو دارت لي ارى ما تصدقوش في الاخر ديال الفيديو غتلقوا الفقرة اللي غتتكلم عني في حين انو غنتكلموا عنو الموضوع لشاغل ايطاليا كاملة وحدود الساعة اخوان رئيس ايطاليا كونتي غدا ان شاء الله غيعطي الاستقالة ديالو غايطلع الكوريناليا عندما اطلع يلا باش يستقل وهد الموضوع يا اخوانا راه معقد للغاية وباش نشرحوا ليكم راني يعني اه دوس واحد ساعة وانا كنا بحاجة واخفاهم الموضوع وعارف باش نعطيكم معلومات اكتر دقة وباش نحطكم في سلب الموضوع وباش تفاهموا اش مواقع في ايطاليا لذلك انا شرحت كل شي مزيد في هذا الفقراء اخوان طويلة شوية فان صدقاء ولكن را كون تغيعت الاستقالة را مشيش حاجة سهلة اخوان في نفس الوقت اخوان الاتحاد الاوروبي والسفر في اوروبا كيخرجوا لمناطق الحمراء الغامقة تكلمني عليها هذي يومين يوم ارام كيخرجوا عندنا ربعات المناطق في ايطاليا هي حمراء غامقة الناس اللي ساكن فيها قبل ما تخرج من ايطاليا وتفشيل الدول دي التحاد الاوروبي خاصها تدير تحليلها وكذلك دير الكورانتينة اللي غا توصل دير ربعات المناطق اخوان منهم منطقة دي الميليا رومانيا اللي فيها بزاف دي الجانية المغربية كذلك غنطرقوا الموضوع دي الشرح الموقع الجديد لفحص الجنسية الايطالية بطبيعة الحالي اخوان تكلمني علي هذ الموقع السبت والحد واليوم كان ممكن اننا ندخلوا لي لذلك راني دخلت لي اليوم ناس اللي عندها الجنسية وبغت تعرف اينا مرحلة فيها مرحلة بمرحلة غنوريكم كيفاش تديرو راي يعني دقيقة ونص ما غتفوتوهاش راي سهل للغاية يكون عندكم عرس البيت لذلك اخوان حلقة غنيب المعلومات كيفما العادة غامشون نشوف الحالة الوبائية في ايطاليا وفي المغرب وكيفما العادة ما تبخلوش على القناة بلايكو بالتعاليق والناس اللي ما مشتشت اشتركوا يا اخوان بس وقد توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله فهذه الفقرة يا اخوان وكيفما كنتوا عادتكم غنمشون نشوفوا الموقع الجديد اللي غنون يقلبوا فيه على المراحل اللي وصلت ليهم الجنسية ديالنا الناس اللي تافع الجنسية شوف اينا مرحلة ووصلت لها لذلك الطريقة سهلة جدا وما غنطوش عليكم غنمشون نشوفوها ضغير كين الديبارتمنتو بير اللي بيرتات شيفيلي اللي اميقراتسيوني يعني الدائرة ديال الحرية المدنية وكذلك الهجرة غتكسبوها هالجملة في جوجل او انكم تفشول هاد الموقع اللي هو صعيف باش تكسبوها اخوان كامل لذلك غتديروا هاد الجملة في جوجل وغادي تفشول جوجل غيتل عليكم الموقع الاول اللي كيبدأ في www.internu.gov.it ماشي هو غادي تفشول لكي بدبئة سيرفيتو اونلاين اللي فيه www.libertaciviliimmigracione.dlcie.internogove.it هاد الموقع اخوان سنوها دخلتوا اللي وراء وقتل عليكم الصفحة على الموقع اخوان سننزلوا لتحت هنا لينك اسطرني للسيتو دي الديبارتمانتو ستكليكو عليها سننوها سننوها تدخلوا للموقع التانية اخوان وغادي تلقوا لدهاتكم هنا هنا انا انت اول مرة ادفع الطالب ستكليكو هنا هنا يجب أن ترى البراتيكة في الوصلات و هنا يرى كيف يمكنك التعيط في هذه الأرقام الاثنين والأربعة في هذا الرقم الأربعة يعرف في هذا الرقم والجمعة يعرف في هذا الرقم من العشرة حتى الثلاثة السباح تقدروا تعيطوا وتسولوا فيهم الوصلة إذا ما عرفتوا وما قدرتوا تدخلوا من هنا سنورة طريقة سهلة تستعمل سبيد تدخل بسبيد البوستة التimele تضع الإيميل عليها تضفين اضغط المبش show ويأتي صورة أكدا البراتيكة نعملها الإنتاج لا teammate ستدخل البراتيكة البراتيكة هنا مثلا نديرو احنا يا بولونيا. النومر ديال براتيك اللي كتكون من ورا الكابة دياشي والتاريخ اللي درت فيه الدوماندا. درتها في الفين وثمنتاش نهر اه ربعتاش وشهر واحد ديال الفين وثمنتاش. غاد دير التاريخ يا اخوان. وغاد يدير السوشة. وماني غاد دير السوشة غيلقها لك. فهد الحالة انا ما غيلقها هش. غايقول لي يا ما كيناش ولا النمر مكيناش ندير النمر على الله مثلا هنا يا اخوان. غايقول لي راه خاطئ وما القيناهاش. لذلك علاش حس انا اصلا مدافعش. هاد الشي ويكين يا اخوان طريقة راه سهلة جدا. مصعيبة متاشي حاجة. ما صلقتش لكم هكا. عيطوا النومر اللي شفنا قبل وراها الطريقة سهلة يا اخوان. موضوع السعية اخوان من اللي بارح اليوم وهدي الصفحة الاولى دي الفاتو كوتيديانو. الصحيفة اللي قريبة بزاف من الحركة خمسة نجوم اللي كتدعم الحركة خمسة نجوم. وهي الوحيدة في ايطاليا يا اخوان. وقريبة كذلك من الرئيس كونتي. في الصفحة الاولى كتكتب احتمال انه كونتي يطلع عند ماتاريلا حتى في هاد العشية. نفس الشيء كتكتب في الصفحة الاولى. ازمة دي الحكومة كونتي ربما يطلع لعد كورينالي يعني عند ماتاريلا باش يعطي الاستيقالة دياله في هاد العشية. في حين انه الكوريا اللي لصيرها عنده اخبار جديدة وهاد اخبار اتنشرة عدة خمسة دقيقة هدي. كيتكلم على انه كونتي ما زل كيضيع الوقت. وما غادش يطلع عند ماتاريلا هاد العشية. نمشو نشوفو شنا هو هاتصدع لنا دي اخوان. وعليش كونتي ما تيقش انه هيطلع عند ماتاريلا حسب طابية الحالي اخوان. اللي خس كنت تعرفوا هو انه كونتي عند وجه الحلول. لا بديلة لهم. الحل الاول هو انه ما يعطش الاستيقالة دياله. ولكن ما معطش الاستيقالة دياله. خاصه نهار الاربعة ولا نهار الخميس غيكون واحد تصويت في مجلس الشيوخ. على واحد تقارير ديال الوزير العدل. ديال البونافادي. وهاد الوزير العدلي اخوان ما مقتان عيش به بزافة الناس. لا في الاغلبية لا كذلك الناس اللي في الحزب دياله هو حجوة من الحركة خمسة النجوم. لذلك الاصوات ما عندهم شباتاتا في مجلس الشيوخ. والمشكل اللي كان عندهم سيمانة هادي. غاي عاود يرجع دابايا. ولف السيمانة اللي فاتت كانت تصويت على الحكومة. وقدر كونتي انه يقنع بعض الناس جي تصويت لي. هاد المرة اخوان المهم مراها صعيبة. لذلك الى كونتي بغيس لك هالطريق غيوصر نهار الاربعة ولا نهار الخميس. وغير القراسو امام تصويتات اللي غتكون. 90 في المية ضده. الحكومة غطيح. غطيح كونتي وكل شي غيمشي. وخصنا مشو الانتخابات. لكن الحال الثاني اللي كيبقى عنده. وهو التقريب اللي 90 في المية غيختاره. كيف ما قلنا. على حساب الصحف كيقول بلانه اليوم غيطل عند مطاريلا. ولكن الكورياري كيقول لها. في كل تالحالتين اخوان. الى ما طلعش اليوم في الليل غدا في الصباح ولا غدا في العشي غيبش عند مطاريلا. راي يعني ما كيش هرب من مطاريلا. علاش. حيت كونتي هذا هو الحل اللي عنده. وخا هو ما تيقش انه يعطي الاستقالة دياله. وغنشرح لكم علاش. خصوا يبشي يعطي الاستقالة دياله ولمطاريلا. وفي نفس الجلسة ياخد واحد لانكاريكو. يعني مطاريلا يعطيين مهام دياله تشكيه الحكومة تانية ديال كونتي. وفي هاد الحالة غدي حاول انه يضيف ناس اللي هما هي حاليا في الوسط. اللي هما ما دخلش في الحكومة الايطالية وفي الاغلبية ديالها. واللي ربما يكونوا ناس اللي حاليا هما في اليمين او في المعارضة. لذلك الى بدت كتشك الحكومة جديدة. وتزاد واحد الحزب جديد ولو واحد الجروب جديد. وبلا انهم قروا انهم يدعموا كونتي را غا تكون واحد الحاجة اللي مزيان. غا تتعرف بلانه كين واحد الجروب وما كتحتها مش عين على اشخاص اللي هما هي ما عندهم تشي تيار وما عندهم تشي حزب. اللي مرة غا يدعموكوا مرة الله كيف ما وقع في هذه الحالة. ولكن غا يكون واحد الجروب اللي هو داخل في الحكومة. عنده وزارات كيدبرهم. عنده كذلك مسؤوليات. لذلك غتكون الحكومة الايطالية اكثر قوة. ارتبط حال غيرجع النقاش ديال ايطاليا فيبا. واش غا ترجع ولا لا? وخا يكون واحد الجروب بجديد يا اخوان الاصوات ديال الحزب ديال رانسي لابدة منهم. يعني تسعين في المياه. الى كون ترجع باش يشكل واحد الحكومة تاني ترى غاي شارك في الحزب ديال رانسي. غاي قلصو في طاولات الحوار. غاي رجع رانسي والبررامانيين ديالو. ولكن في هذه الحالة اخوان الى كان واحد الجروب اخر رانسي ما غا تبقاش عنده ذاك الاهمية اللي كانت عنده في القبل. اغان مشو نشوفوا كل شي اخوان. اليوم في العشيرة كان مع سعودية الليل كان واحد الاشتماع ديال حركة خمسة نجوم. والحركة خمسة نجوم كتقول بالله انه الى ما قدرناش اننا نحكموا البلاد من الاحسن انا نمتشو تصويت. وكذلك الحزب ديال مقراطة راك يدير الضغط دياله لها كونتي باش يعني يحاولوا يقنعوا يلقى حل هاد الحكومة. الحزب ديال مقراطة يقول وحنا ما كنقولوش لا بد انه كونتي طلعت الاستقالة دياله. ولكن كان امروا بلا انه راه واحد الشخص اللي ما نقدروش يعني نستغنوا عنه. وفي نفس الوقت تخصوا يشكل واحد الحكومة اللي تكون هي مسؤولة اللي تكون قريبة من الاتحاد الاوروبي. وفي نفس الوقت قادرة انها تجوب على المشاكل الحالية. بطبيعة حالك يقولوا ما خصناش نمشيو الريس كيو. وهات الشي اللي يقول الحزب الديمقراطي. ما خصناش نمشيو الريس كيو نهار الاربعة ولا نهار الخميس. ونشوفوا الارقام ديالتصويتات على تقارير ديالوزير العدل بونافادي. علاش? حيت كين واحد احتمال كبير انه تكون سكون فيتا. يعني لهزيمة ديال كونتي وغتكون المشكلة الكبيرة. بطبيعة حالك فيما قلنا. هات التقارير غاي صوتوا عليه نهار الاربعة في مجلس المستشارين. واحتى الاربعة من المترقب ان يصوتوا عليه في مجلس الشيوخ. ولكن حيت كين الازمة دكشكين واحد ضغط على انه ياجلوا تصويت في مجلس الشيوخ حتى النهار الخميس. لذلك احنا غادي نشوف وراه ساعات حاسمة يا اخوان. انما كانتش لاربعة لها الخميس. والحاجة اللي غنقولها لكم يا اخوان هو انه التاريزة بلانوفا الوزيرة السابقة للفلاحة اللي هي من الحزد الرانسي قلت لي محنا يا بطبيعة الحال ما كنظنش ان انا غنصوتوا بشي حاجة من غير الله. يعني لا هي اللي كينة. لذلك اخوان كونتي في ازمة. دوة كذلك سيلفي برلوس كوني قال يمحنا يا ما كنحتش كونتي ما عندوش يعني الارقم حاليا يمشعت الاستقالة ديالو ونشكل واحد الجوفيرنو دي ونيتا ناتسيونال اللي غتشارك فيه كذلك احزاب اللي هي مدراطة اللي هي معتدلة. وكنتكلموا على الحزب ديال سيلفي برلوس كوني اللي يقدر انه يدخل في الماجورانس. هوية ورانسي وكذلك بعد البرلمانيين اخرين وربما كذلك الحزب ديالو ديالو. لذلك اخوان الى صدق هاد الحاجة غتكون واحد الجوفيرنو اللي هو قوي بزاف. صراحة سيكون عنده واحد سيطرة كاملة لف مجلس الشيوخ لف مجلس المستشارين. وانتمنى ويوقع هاد الشي. حتي لو وقع هاد الشي اخوان في نفس الوقت غنين عزلو سالفيني اولا ميلون اللي غقول لي ويمين متطرف. وغننخرج منه مسيل في برلوس كوني اللي تعتبر يمين المعتادين. المشكلة اخوان ديال كونت اشنا هو. علش ما بغيش اعتل استقال ديالو. هو انه خايف. يعتل استقال ديالو وما تكونش عنده شيء امكاني اخرى انه يشكل حكومة جديدة. علاش? حيث هو اخوان ماشي سياسي. هو واحد السيد اللي جابته لحركة خمسة نجوم. وحطته تمامايا. باش يكون واحد نقطة ديال اللي قا ما بينها وما بين لليغا نورد. فاش دارو الحكومة الاولى. وبطبيط الحال كان واحد السيد اللي يزع ما كين جوزهم. نفس الحاجة ترات في الحكومة مع الحزب الديمقراطي. هو بطبيعة الحال ما عنده تشي حزب في ايده. ايه لعطى الاستقال ديالو. كان امكانية انه يدر دموه مع الدروج. وهذا الشي اللي هو خايف منه. قيلوا بلا انه كان واحد الاحتمال يديروا واحد يعني نديروا احنا واحد نعطيه الكلمة ديال الرجال. بلاجن ندرجوها. بخلال هاد الكلمة اخوان غادي نعطيه القارنطي. القونتي بلا انه نعطي الاستقال ديالو غايكون هو اللي غايش كل حكومة تاريتا. تخيلوا معي اخوان الافلام في الواصلة عندهم هنا. هو را ما بغيش عطي الاستقالة خايف. في حين انه ايطاليا فيفا ديالرانسي وهدي اخر حاجة غنترقوا ليها. قلتم احنا ما عدناش الفيتو ضد قونتي. يعني احنا ما عدناش موش كيدي يكون كونتو ما يكون. كنظنوا انه مخش يكون شي فيتو علينا احنا. يعني الى كانتش حكومة تاريتا. احنا را مستعدين انا نكونوا داخلا فيها. لذلك ما تقولش تقولوا ايطاليا فيفا لا 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 قلتم احنا مستعدين انا نكونوا في حكومة جديدة. تكون في ايطاليا فيفا وكذلك شي حركة جديدة اللي تكون هي من الوسط. لذلك اخوان غدا ان شاء الله غايكون اجتمع ما بين كونتو وما بين الوزراء او رؤوساء الاحزاب. باش يدرسوا هاد الازمة ديالحكومة. او غادي نشوفو كونتوش غايدير حيث ما عندوش حلولي اخوان. في النهاية ديال الاسبوع الماضي اخوان تكلمنا على انه رؤساء ديال البولداء الاوروبية. كانوا دار واحد الاجتماع وفي هذك الاجتماع قرروا انهم يديروا واحد المنطقة جديدة في الاتحاد الاوروبي. اللي يسمى هو المنطقة الحمراء الغامقة. وهذا المنطقة الحمراء الغامقة غايدرو فيها بعد القوانين وبعد القيود. لذلك اخوان نهار تكلمت على هاد القانون ما كنتش عارف ومن بعد يومين كتخرج الخارطة وفيها ثلاثة المناطق هنا في ايطاليا منطقة حمراء غامقة زائد واحد لذلك غتكون على هاد المناطق قيود. والخارطة را كفما تشوفها شاد هالرئيس ديال لجنة العدل في الاتحاد الاوروبيا اخوان هو اللي يعني لها اليوم وهو اللي قال شكونا هم بعض المناطق في جميع الدول الاوروبية. وعير نظر الشاميلك فيما كتشوفه. العديد من المناطق في اسبانيا حمراء غامقة. البرتغال. ايطاليا. فرنسا. المانيا. وكذلك الدول سكاندينافيا. لذلك اخوان كنشي مناطق اللي يعني ماشي حمراء غامقة. علاش حيث الفيروس ما كيدورش بزاف. وكيف ما كتشوفوا معايا اخوان هنايا ارى اصلا كانوا حاطة اللون الاخضر الاسفر البرتغالي وكذلك الاحمر. وما كانش الاحمر الغامق. الاحمر الغامق ديروا في الجهات اللي عندك تر من خمسمائة حالة اصابة. في كل مئة الف نسبة في المدة ديال ربعتاشر يوم. في جوز وكذلك على الميليا رومانيا كنت تكلموا عن الفانيتو والفريولي فانتا جوليا. هذو كل هم يا اخوان الناس اللي غايتعرضوا القيود. الى بغاوا يسافروا في الاتحاد الاوروبي. اشنا هم هاد القيود? الى بغايت تسافر في الاتحاد الاوروبي وكن كرروا الكلام ديالي بغايت يكون واضح. لا نتكلم عن المغرب. والمغرب اخوان هاتشتراها دي جاكين. يعني المغرب كيقول لك جيبنا التحليلة تكون بيتشي اري ماشي التحليلة السريعة. ودخل المغرب مع الكوالو. ولكن الدول ديال الاتحاد الاوروبي كتقول لك الى كنت فهاد الماناتق اللي اذكرنا ذا بايق. بولتسانو. الفانيتو. فريولا فانيتسة جوليا. وليميليا رومانيا. خاصتك تدير تاست قبل ما تدير البرتينتسا. ومن يتوصل هذيك الفلاسة اللي بغا توصل لها. في الاتحاد الاوروبي خاصتك تدير الحجر الصحي دي ربعتاشر يوم. وكيف ما قلنا? علش اعتامد الاتحاد الاوروبي فهذا الالوان يا اخوان. اعتامد عليك بما قلنا 500 حالة اصابة في كل مية الف نسمة في مدة دي ربعتاشر يوم. إذا جينا نشوف هذا الماناتي ايطالي كالقاول لانه. عدنا في بولتسانو 696. يعني تقريبا 700 حالة اصابة في كل مية الف نسمة في الخمسطاشر يوم. الفانيتو عدنا 657. الفريولي مانيتسة جوليا 768. وليميليا رومانيا خمسمية وتمنيا وعشرين. لميليا رومانيا على شوية دخلت هاد المنطقة الحمراء الغامقة. لذلك يا اخوان من الاشياء اللي جا تفدك الاشي معني كانوا داروه رؤساء دين البلد الاوروبية. قالوا بلانه رحلت اللي هي غير مليحة اللي مش مهمة بزاف من الاحسن الواحد يأجلها. وداروا هاد القوانين باش يعرقلوا الناس اللي بغيت فيشعر الدور مثلا او لبغيت فيشعر على شي حاجة اللي هي خفيفة. لذلك قالوا اليوم الناس اللي عندهم حويج مليحة اللي غي سافروا لك تبغي تسافر من هاد المناطق خاصك تدير الحجر الصحي والتحليل. علاش حت اولا كين تخوف كيف ما قلنا حت المناطق فيهم الوابع بزاف وخافوا انهم يددوا البلايس اخرين وينتاشر ترفضوا ذلك البلايس. وثاني حاجة المناطق اللي فيهم السلالة الجديدة للفيروس كنتكلموا على سلالة بريطانية على سلالة برازيلية على سلالة فرنسية. التحاد الاوربي خايف انه سلالة يدعو مع العلم يا اخوان حاجة اللي ربما ما كدقاش بزاف الصحافة ولكن خاصة نقولها لكم باش نكون يعني شوية المصداقية هو انه كين سلالات اللي كما كتشوفوا معايا كيخرجوا وكيخلعوا بنادم. السلالة دي الجنوب افريقيا دي البرازيل دي الفرانسا دي البريطانيا ولكن في نفس الوقت اخوان راها كين سلالات جداد اللي تيخرجوا ولكن اضعف من السلالة الحالية لذلك يبقوا يضعفوا حتى ما كيبقواش اطرف الانسان والفيروس كيقتل نفسه بنفسه يعني كيبشي كيغبر وهذا الشري كان وقع مع السيرس والمارس واحدة في الفين وجوش واحدة في الفين وطناش تعمل فيروسات دي الكورونا يا اخوان الى كانت الفتك يعني شحكي قتل ديت الناس هاد الفيروسي اخوان عير جوش في المية تخيلوا معي على مارس را كانت تقتل حسر 40 في المية ديت الناس يعني كل مية واحد مرض ربعين كيموتوا ولكن الحمد ولله تبدلات بوحدها ولا تضريفة بزاف لدرجة انها اخسافات بمرة وما بقينش كنسمعو عليها والناس اللي كتقول لك علش لقوش جلبة ضغية حيث في هذيك الفترة يا اخوان كانوا كيخدموا علاج البيت ديل هاد السيرس والمارس اللي همتا هم مية كورونا فيروس من العائلة ديل كورونا فيروس ولكن كانوا مختلفين شوية لذلك يا اخوان نراه كين سلالات اللي هي قباح من السلالة الحالية وكين سلالات كذلك اللي كيدرافو وكيختافيو ونرجو عن الموضوع ليا انا يا اخوان الناس اللي بغا تسافر من هاد ما نتقلقلنا في ايطاليا واوروبا خاصة تدير هاد المسائل الناس اللي بغا تبشي المغريب خاصة تدير تحليلا وتبشي ما غا تدير لكوارنتينا لتشي حاجة الناس اللي بغت جي ذي في المغريب لا behavior غا تدير لتحليلا لتشي حاجة يعني القانون اللي خط هو اللي بقياه اخوان سحال من المرة يا اخوان دستو من امام واحد المقر الحكومي ديال الدولة ولا يعني مقر ديال البلدية ولا ديالجهة amazed في هاد اللافتة الصفراء ومكتبها بالاسود فيري طابر جوليو ريجاني. هاد الجملة يا اخوان كتتعلق بهاد الشاب. هاد الشاب اللي بسبابه كانت ازمات سياسية وديبلوماسية مع مصر. واليوم من بعد خمس سنوات على المورور ديال الاختفاء ديالو ما اطار اللي يخرج وكي يقول بلا انه مصر خاصة تعطي ولا بد الحقيقة حول الوفاة ديالو. وكذلك بلا انه الجريمة ما خاصةش مر بلا عقاب. طريقة اللي توفى بها ريجاني اخوان طريقة جد بشعة بشعة لي الغاية وقدر في الخاطر. غنعود لكم كل شيء اخوان اه اول حاجة اللي خذكم تعارفوا على ريجاني هو انه انا صراحة ركن درت واحد الفيديو عليه هادي تقريبا فش يالله فتحت القناة. وكان واحد الفيديو اللي الجالية المصرية هنا في ايطاليا ما تقبلاتوش كان واحد الهجوم وباش نحي تصدح حيث الفيديو. لذلك اخوان غنعود لكم بخراسة شكونا هو هاد الشاب باش المرة الجي اللي غتشوفوه في التلفازة غتعرفوا القصة كاملة. لقيت اللي اختافة كان عدو ثمانية وعشرين سنة. هو اختافة هادي خمس سنين. نهار خمسة وعشرين في شهر واحد اختافة. وهات الشي بطبيعة الحال المخابرات الايطالية والقادي ديال التحقيق هنا في ايطاليا قدر يتوصل لهذا الحقائق من بعد ما انه راقبوا الهاتف دياله. والباسي دياله دار لي وحد الخبرة من بعد ما انه متسلمون من مصر. نهار خمسة وعشرين اخوان في شهر واحد كان في مصر هوية. وكان كيقرأت مماية وكيدر في واحد البحث دياله. بطبيعة حال اشنو لده المصر. اللي الدهل مصر هو انه دري يعني كان كيقرأ اولا كيقرأ في امريكان مشال الانجليز كيقرأ في الجامع على المشهورة الكمبرج. تم كان واحد الاستدلي يعني يعطعته المهام ديال انه يدري واحد البحث على النقابات اللي كان في مصر. خسكم تعرفوا بلا انه فش كان مبارك النقابات ما كانوش بزاف. لو قيت لي جام مرسي وكان اول رئيس واخر رئيس اللي غيتم تصويت عليه بطريقة شرعية. هذيك الفترة يا اخوان غادي خلاقوا بزاف ديال النقابات. ولا اي قطع عنده النقابة. حتى البيع والشرائي اللي كيدرون الفراشات في الارض ولا تعدهم النقابة ديالهم. وديوليو ريجيني كان كيهموه نقابة ديالبيع والشرائي وهدوك الناس اللي كيدرون الفراشات. بطبيعة الحال كان كي يحضر حتى البعد الاجتماعات ديالهم. وفي واحد الاجتماع هو قالس. لفت الناظر ديال واحد البنت اللي كانت قالسة قدامه وكانت كتصور فيه بالتليفون خزنة. هاد البنت كانت دار الزيف. عود هاد الشي الاصدقاء دياله وكان كي خلعه. ولكن كمل لقراية دياله تماما يا. نهار خمسة وعشرين يا اخوان مع السبعة وواحد وربعين دقيقة غاي سيفط ميساج للصديقة دياله. الفيضان صاته دياله اللي كانت ساكنة في اوكراينا. وقلب لأنه رغان يخرج واحد للعيد ميلاد للصديق دياله. غايبشي للقاهرة ومن تم ما غايختافي. غايلقاهم من بعد واحد الاسبوع ولا خمس ايام مليوح في طريق الصحراء اللي كتربط ما بالاسكندرية والقاهرة مع الري والجسد دياله في جامع الاساليب ديال التعذيب اخوان. تخيلوا معي اش نوقع عليه سمعه مزيان. تهرست لي في الجسد دياله البوليز ديال ايطالي اخوان من نجات الجتة الهنا يلقوا عنده 24 تهريسة في الجسد دياله. السبعات الضلعات مهرسين. الجامع السبعان ديال يديه رجليه مهرسين. حيضوا لي خمسة تسناس. وفي نفس الوقت يا اخوان الجسد دياله كله كان مضرب بزيزوار. كانوا يدفعوا عليه القارو. وكذلك في القدم دياله كانوا يدخلوا لي الطور نوفيس. يعني اخوان تخيلوا معي اش داره في الشاب اللي هو غربي. شاب ايطالي. شاب اللي هو يعني كيقرا في الجامعة وكيدروا واحد البحث جامعي. تخيلوا معي اشنو كيطرة في ولاد مصر. كنت تكلموا على آلاف والآلاف من شباب من مصر يا اخوان اللي اختفى بالمرة. يعني ما كيبقاوش يلقاوهم. مش يزع ما كيبقاوش يلقاوهم. وقبل ما يغبروا يا اخوان تقدروا تتخيلوا معي التعديم اللي كان. اللي وقع يا اخوان وبلا ما نطور عليكم بزاف هو انه مني القاوة الكوربو ديالو القول الجسد ديالو بطبيعة الحال مصر آآ بدات في واحد المرحلة دي للكذب. يعني خمسة الكذبات واحدة من وراء الخرى. قالوا بلا انه ربما كان ده الواحد الحديد تسير. من بعد حيدوا هاد الفيرتسيوني وجابوا نسخة جديدة يقولوا بلا انه كانت عنده واحد العلاقة شدة مع واحد السيد. يعني وطراه ذاك شي بيناتهم. وهو غير صحيح جوليو ريجاني كان يعني آآ عنده علاقة مع واحد البنت. يعني ما كانتش عنده علاقة شدة. من بعد اخوان عطوا بزاف ديال الحلول اللي هي كانت كلها كاذبة. في طبيعة الحال الحكومة الايطالية مني شافت انهم مصر كتتحك عليهم وكل مرة كتلو حليم كدبة جديدة. رجعوا السافير ديالهم من مصر ودخلوا لايطاليا. مني ايطاليا دارت هاد الخطوة يا اخوان مصر فداسك التعاونية فسلمت تليفون ديالو. سلمت كذلك ليلانك ودي المكالمات اللي كانت عنده. سلموهم بزاف تحويجيو. وبخلال هاد الحويجي اخوان ايطاليا قدرت انها توصل لخمسة الاسماء. خمسة الاسماء اللي خاصهم يعني اه توصل لهم الدعوة القضائية. وحيتي هنا القانون في ايطاليا كيقول بالله انه اذا بغيت يترفع واحد الدعوة. ولا بغيت يجيب امام القضاء واحد الشخص هاد سكتعطيه لا نوتيفكة. كتتزمن بالله انه السيد راه تسلم بذيك الدعوة القضائية. مصر كترفض انها تعطي العناوين ديالي ذو كل ناس. شكونا هما هاد الناس كنت كلمو عن الناس اللي هما هي في المخابرات المصرية. اللي بطبيعة الحالي اخوان السياسة وفي هاد الحالة السيسي وما يقدرش اعتدل اسماء ديالهم. حتي الاعطاء الاسماء ديالهم معي حسب بزاف ديال الخبراء هنا في ايطاليا كيقولك الاعطاء الاسماء ديالهم يعني راغي يخوي بهم. اولا اخوة بهم يقدروا يخوو بي. يعني يقدروا يتخذو بي قبل ما يتعش بهم هوايا. لذلك يا اخوان لحدود الساحنة واقف من فهذا المرحلة. المدعي العام الاعطاء في روما قال بلانه والمحكامة واخوهما رفضوا انه معطيهم لندريتو رغس بدف حق هاد الخمسة الناس اللي هما مقلفين بمخابرات اه المصرية. وغادي يعني يتم النطق بالحكم ضد هاد الناس. وهديك الساعة غادي نشوف واشنو غا يقع. لذلك اخوان هاتش اللي واقع في القصة ديال جوليو ريجاني. فيما يخص الحالة الوبائية في اوروبا اخوان فهي كالاتي. الارقام ديالي المرها بقى ما مكتكاملاش. ولكن قدروا نشوف بلا انه اسباني كتسجل ثمانية وثلاثين الف حالة اللي هو رقم كبير جدا. الانجليز ثانين وعشرين الف في حين انه البارح الارقم كانت كالتالي. ثلاثين الف في الانجليز. اسبانيا خمسة وعشرين الف. روسيا واحد وعشرين الف. فرنسا ثمانتاشر الف. البرتغال حداشر الف. ايطاليا البارح سجلت حداشر الف. والمانيا كذلك عشر الاف. لذلك اخوان شوفوا الحالة الوبائية في ايطاليا اليوم. اليوم كنسجلو ثماني الف او خمسمية وواحد وثلين. هاتشي راجع بالاساس العدد نازل بالزاف ديال التحالي اللي كنديرو. العدد الاجمالي راه قريب من جوش المليون ونص. في حين انه العدد ديال الوفيات كيطلع اليوم مقارنة بالامس اللي ما عدنا ربعمية وعشرين. العدد الاجمالي راه قريب من ستة وثمانين الفيحين انه الناس اللي كتشافه قريب من ساعة راه هم خمستاشر الف وسبعمية والعدد الاجمالي ديات الناس اللي كتلقى العلاج في ايطاليا راه هم او تسعين الاف اي بنسبة ناقص سبع لاف والسمية مقارنتين بالامس. في حين انه العدد ديال التحليل كف ما كentreوه معايا. مceralي وتستة و ♥ الاف تحليل مقارنتين بالامس اللي كانوا ميتين وستعتار الف تحليل يعني فرق كبير. ولعدد الاجمالي بيال التحليل كلاسيكية يعني العادية لي كنا كنشوف الرقم دي эту了 في الاول هي السزاوة ثمان airports مقارنة بالبارح لي كانوا مية وثلاثة وثلاثين الف تحليلة والنسبة رأهاكي طلع الى البارح كانت ما بين خمسة حتى الست الناس بوزيسي في كل مية transpose كنديره اليوم ما راك لقاو ست الناس بوزيسي في كل مية تحليلة كنديره لذلك في الانعاش كيتزاد واحد وعشرين شخص والعدد الاجمالي كيولي الفين وكذلك في المستشفيات يتزاد الناس 115 شخص يتزاد والعدد الإجمالي يقولي 21424 فيما ياخذ توزيع الحالات حسب الجهات سنرى عير الجهات التي تسجل كثير من 500 حالة لذلك لومبردية 1484 الفانيت 533 البيمونتي 600 الكامبانيا 754 لميديا رومانيا 1164 لا تسيو 874 وكذلك السيشيليا 885 فيما يخص الحالة الوبائية في المغرب يا اخوان راك فيما كتشوفوا معايا قليلة بزاف وهاتشي تقريبا راجحي التحليل قليلة كذلك لذلك اليوم كنت سجلوا 337 رقم نازل بزاف الحمد لله وكذلك الناس اللي تم استبعاد دياله مرتا هو نازل بزاف كنت تكلموا على 5779 الناس اللي تشافوا في اخر بعض تنساعة كنت تكلموا على 1000 شخص وثلاثين في حين انه الناس اللي توفات الله رحمهم 22 شخص والعدد الاجمالي راها غادي وكينزل الحمد لله اليوم كنت تكلموا على 14900 82 شخص اللي هما ما زال بوزيتيف وما زال كتلقوا علاج في المغرب توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي طانجة طوال حسيمة تعدو السين دار بيدا ستات 56 رباس لقليترا 52 سوس ماسا 52 شرق 52 وباقي الجهات راقل من 20 حالة يخون بهذا كنكروسنا الاخر الحقة تلف ريوزكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله